مرحبا يعطيكم العافية. رح نبلش بوجوه نصف الكرة المخية. نحن قبل ما نبلش بالفيديو عندي ثلاث وجوه رح ندرس فيها نصف الكرة المخية اللي هنه الوجه الوحشي الوجه الانسي والوجه السفلي. بكل وجه منين رح ندرس تلافيف شقوق واتلام. ممكن تكون رئيسية ممكن تكون فرعية رح نشوف ان نحنا بالتفصيل. اه شو الفكرة نحن عنا المخ مكون من وجه وحشي. كل نصف كرة مخية مكون من وجه وحشي ووجه الانسي. الوجه الانسي بيكون موجود بيناتين. ما نحن عنا نصف كرة مخية بيفصل بيناتين شق طولي. بهذا الشق الطولي بيتوضع شيء اسمه منجل المخ. منجل المخ هو عبارة عن غشاء بيجي من السحايا بيفوت على هذا الشق وبيملؤوا يعني. فبهالمنطقة هاي بيكون في عندي نصف الكرة المخية. ايه بيكون عندي الوجه الانسي لنصف الكرة المخية. ومن تحت بيكون عندي الوجه السفلي. بهالمنطقة هاي بالشق نفسه بيمر عندي شريان نسميه شريان مخي امامي. فالشريان المخي الامامي مسؤول عن تروية الوجه الانسي لنصف الكرة المخية. تمام? هاي اول شيء. اه بالجهة الوحشية في عندي شق هو شق وحشي. بيتوضع في اسمه شق وحشي. هلا بدا راح نشوفه بالصورة بالرسمة. اه بيتوضع فيه شريان نسميه شريان مخي اوسط. وممكن لحال كان عرفته اكيد الشريان مخي الاوسط مسؤول عن تروية الجزء الوحشي لنصف الكرة المخية. طيب. نحن في فيديو اليوم راح ندرس الوجه الوحشي لنصف الكرة المخية. وحتى ندرسه. هلا الحكي المكتوب بالمحاضرة قبل فين كان تقرؤوا. اه قبل ما تبلشوا بالفيديو. ما ما نصعب يعني حكي حكي عام. وفين كان بعد ما نشوف الفيديو اه ندرسه. بيصير اسهل علينا يعني. مهم بدي من كان كرمال تدرسوا دراسة نظامية وكويسة. هلا انا راح نزلكن صورة للوجه الوحشي لنصف الكرة المخية. اول شي بتجيبوا ورقة فاضية بترسموا معي. انتو عم ترسموا. الفكرة من الرسم انو انتو عم ترسم لحالك بتحفظ المعلومة اللي انت عم ترسمها. لانو لحالك راح تتذكر اني انا مزبوط رسمت هون تلفيف كزا. حطيت شق كزا. كان في عندي كزا. هاي الرسمة يعني هي كتير 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 مفيدة. وبتختصر معي. وبتعرفوا كل شغلة عم نرسمها ليش عم نرسمها بهالمنطقة وكيف رسمناها بهذا الشكل. بعدين ببساطة بترجعوا بتقروا المعلومات تعال الحاضر مع الصورة اللي بدنا ننزلها تكرمات الطابق وبيناتين وهيك بتكون حفظ طوية يعني ما ما بدأ اي شي. منبلش اول شي بيرسم الوجه الوحشي لنصف الكرة المخية. منبلش اول شي هيك بعدين. بهالش كل هاته. تمام? اول شي بتجيبوا الخط هيك بعدين بتلفوا لفي كان اللي لحطة هون. طيب اول شي منحط على اول شغلة منحطة على الوجه هذا. منحط شي منسمي الاتلام المركزية او الشقوق المركزية. اللي هني نحن عنا الشقوق المركزية هني اربع شقوق. واحد الشق المركزي. اتنين الوحشي. تلاتة الجداري. القزالي. واربع المهمازي. المهمازي ما منشوفه على الوجه الوحشي. منشوفه على الوجه الانسي. لهيك ما رح نرسمه بهاي الرسمة. اول شي منحط التلم المركزي. التلم المركزي منجيب من هون ومننزل خط هيك. هاد منسميه التلم المركزي او ازا منجيبه شوي اساعة يجي هاو. بيكون افضل. طيب. هاد شو هاد التلم المركزي? التلم الوحشي من وين جاي هاد هو التلم وحشي. تلم وحشي. تلم مركزي. عندي تلم من سميه التلم الجداري القزالي. تلم الجداري القزالي بيتوضي بهذا الشكل. طبعا ايجا اسمه من انه بيفصل بين التلم الجداري. عفوا بين الفص الجداري والفص القزالي. حددنا الاتلام المركزي. تاني شي منحدده الفصوص. عندي هاد الفص من عند امام التلم المركزي كله وفوق التلم الوحشي من سميه فص جبهي. طبعا انا عندي هون الامام وهون الخلف. طيب. الفص الخلف التلم المركزي من سميه جداري. يلي تحت التلم الوحشي من سميه صدغي. طبعا انا ما رح احسن حط كل المسميات لانه مشا ما نعجق الرسم كتير. فرح حط الشغلات الاساسية والباقي اكيد كله رح احكي. فانتو بتزبطوا بقاع رسمتك مثل ما بتكن. وهاد الفص من نسمي فص قذالي. طيب. هي حددنا الاتلام المركزية. بالمحاضرة مقسمين لي. هلا نحنا شو جاين ندرس? جاين ندرس التلافيف الموجودة بكل فص. حددنا الفصوص جبهي جداري قذالي وصدغي. بكل الفص من ان في عندي شي من سميه تلافيف وعندي اتلام. عندي تلافيف وعندي اتلام. رح نرسم الاتلام الفرعية اه باللون الاسود والفصوص منرسمها باللون. عفوا التلافيف منرسمها باللون الاحمر. طيب. التلم امام المركزي. هلا نحنا عم نحكي عن الفص الجبهي. عن الشغلات الموجودة بالفص الجبهي. عندي تلم مركزي. امام هاد التلم المركزي في عندي تلم. منسميه تلم امام مركزي. ببساطة. يعني تشوفوا التشريح خدشت سهلة. عندي تلم مركزي. عندي في تلم امام وشو منسميه تلم امام مركزي. طيب. في عندي تلفيف كمان امام التلم المركزي شو منسميه? منسميه تلفيف امام مركزي. وخلصت القصة. ما انا ابدا شغلي صعبه. تمام? نجي هلا لقدام شوي. في عندي هوني كمان تلمين. طب نحنا عم نحكي عن فص جبهي. وانا جاي عم برسم هاد التلم هيك. وهاد التلم هيك. شو منسمي لهاد? هاد منسميه تلم جبهي. طبعا تلم. جبهي علوي. واداك شو بدي يكون اكيد تلم جبهي? سوف لي. طيب ازا رسمت هالشكل هاد هيك. شو بتقولولي? بتقولولي صار عندي ثلاث تلافيف. قل كن مزبوط. طب سمولي اياها. لحال كن رح تقولولي هادا تلفيف جبهي علوي. هادا تلفيف جبهي متوسط او اوسط وهاد تلفيف جبهي سوف لي. وخلصت القصة. هيك بيكون خلص معنا الفص الجبهي. الامور سهلة وبسيطة ومعنى معقدة. بس في شغلة انو عندي انا الشق الوحشي او التلمي الوحشي. عم يقلي في الو امتدادين. انتو رسموها بطريقة بحيس انكن بس تحفظوها. ما مهم الدقة كتير بالرسم هون. هون مهم انو نحفز المعلومة. فمنحط مسلا هيك. هادا بنسمي اه فراء افقي. او فراء اي فراء افقي. وعندي فراء هيك بيطلع لفوق. بنسمي فراء صعب. ليش هاد لحكي? لانو هون عم يقلي بفقرة التلفيف السفلي. جبهي سفلي. انو في عندي ضمن هاد التلفيف فرعين للشق الوحشي. اللي هنه الفراء صاعد وفراء افقي. فانتو بترسموه هاد الشكل كرمال تعرفوا انو في عندي هادون الفرعين هون. تمام? هاي ببساطة التلفيف الجبهي. فينكن اه تعيدوا الفيديو لحتى تشوفوا طريقة الرسم والحكي اللي حكينا عليه. ننتقل هلا على الفص الثاني اللي بدنا نحكي عنو هو الفص الجداري. بالفص الجداري تقريبا نفس الحكي اللي بدنا نحكيه للحكينا عن الفص الجبهي. بنرسم. هوني كان تلم امام مركزي هون شو بصير اسمو? تلم خلف مركزي. ببساطة. طيب في عندي اه تلفيف. بيناتين او تلفيف خلف التلم المركزي شو بنسميه? ببساطة كمان تلفيف خلف مركزي. طيب ان التلم الخلف المركزي بيطلع عندي تلم هيك جايه بالطول. او بالعرض يعني. شو بنسميه? بنسميه تلم نحنا باي فص هلا عم نحكي تلم بالفص الجداري. فمنسميه تلم داخل جداري. طيب بربكن اني زرسم تلكن واحد هيك واحد هيك. شو بتسمو لي هاد التلفيف? تلفيف جداري علوي. وهاد التلفيف تلفيف جداري سوفلي. هون بنسميه فصيس. فصيس جداري علوي فصيس جداري سوفلي. وخصة القصة. لحد الان ما في امور صعبة ولو كله الامور سهلة. طيب. اه مننزل شويلة تحت. في عندي تلفيف هون بهالمنطقة هون صايرة. بنسميه تلفيف فوق هامشي راح اكتبع له. فوق هامشي. تلفيف فوق هامشي. هاد التلفيف بيقلي انه بيحيط بالنهاية بنهاية هذا التلم اللي هو التلم الوحشي. وعندي كمان تلفيف تابع للفص الجداري موجود بهالمنطقة هيك. تمام? شو بنسميه? بنسميه تلفيف زاوي. كيف انا نحفظ انه اسمه صاير تلفيف زاوي? هلا هو يتابع للفص الجداري. بنسميه تلفيف زاوي لانه جاي عزاوي اللي بتوصله بتوصل الفص الجداري مع الفص الصدغي. وكمان عندي الفص القزالي من هون. فكله بيخرق عبعضه. فكله صاير عزاوي. فمنسميه تلفيف الزاوي. شو عميحكيلي بفكرة التلفيف الزاوي? عميقلي انه اه جاي بنهاية التلفيف الصدغي او التلم الصدغي العلوي. نحنا كمان اكيد تعرفوا كمان حتى يعني تلفيف وفصوص الدماغ بتغار من بعضها. فانا حطيت هون تلم جبهي علوي وتلم جبهي سفلي. فكمان عندي بالفص الصدغي تلم صدغي علوي وتلم صدغي سفلي. ما تفكروا انه الدماغ يعني كتير واعي. كمان بيغار من بعضه. فصار عندي تلفيف او تلم صدغي علوي وتلم صدغي سفلي. طيب وصرت وحافظين الدرس اكيد لحالك. انا وقت البدي ارسم هيك انا. شو هتكن تقول لي? هادا تلفيف صدغي علوي. هادا تلفيف صدغي متوسط وهادا تلفيف صدغي سفلي. وانا رح قلكن صح. تمام? الفكرة هون انه نهاية التلم الصدغي العلوي في عندي التلفيف الزاوي. تمام? والتلافيف الصدغية هلا لحالك انا رفت وين. هتلا التلافيف. في عندي شي من سمي تلافيف هيشل. المستعرضة. تلافيف هيشل المستعرضة. بيقل لي موجودة على الوجه العلوي للتلفيف الصدغي العلوي. فنحنا نرسم هيك بهذا الشكل. منسميها تلافيف هيشل. رح اتمر معنا بعدين لنعرف وظيفتها وشو الفائدة منه. طيب. هيك بيكون خلص معنا الفص الجداري. اه عفوا الفص الجداري والفص الصدغي. اتنين اخلصوا معنا. امور سهلة وبسيطة. والاسهل منن الفص القزالي. ليش? لانو ما حكيان لي ابدا عن تلافيف موجودة. بس عام يقل لي الفص القزالي كله موجود خلف التلم الجداري القزالي. هيك بيكون خلص معنا الوجه الوحشي. رح نكفي بالوجه العنسي بنفس الطريقة بالفيديو اللي جاي. بالتوفيق.